راديو دبنغا أهلا ومرحباكم مستمعي الراديو دبنغا الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين اثنين من شهر التزعى سنة 2024 اجتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها وفات ستة نازحين وجرح خمسة وستين آخرين والتدمير 1200 منزل بمعسكر كساب فيسبب الأمطار مقتل أربعة نازحين وإصابة آخرين في قصف جوي لطيران الجيش لمعسكر خمسة دقائد بزالينجا الأجهزة الأمنية تطلق زخيرة حية وغاز مسيل الدموع على المحتجين أمامه مباني جهاز الأمن بكسلة يوم الأحد على خلفية مقتل شاب تحت التعزيب نائبة الأمينة العام تختتم زيارتها للسودان بالقول أن الحرب دمرت الحياة وأدت إلى أكبر عزمة جوع وعنف قائم على النوع الاجتماعي والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنغا يقرح لكم الصادق مصطفى زكريا توفى الستة نازحين وجرح 65 آخرين مع تدمير 1200 منزل وتشريط سكان خمسة غرة حول وادي كساب بسبب الأمطار التي حطلت أمس السبت في كساب بشمل درفور من الساعة الرابعة مساعا وحتى العاشرة من صباح الأحد وقال العمدة أبراهيم أبضل آدم عمدة بلوك بي بمعسكر كساب لراديو دبنغ أن المتوفيين الستة بينهم خمسة أطفال توفوا بسبب سقوط المنازل عليهم بفعل الأمطار مبين أن المصابين تم إسعافهم عن طريق الأدوية البلدية لأن المستشفى لا يوجد به خدمات وأضاف أن الأمطار أحدثت خسائر في الأرواح والممتلكات وأدت إلى تدمير حوالي 90% من المنازل منذ بداية الخريف وحتى الآن وقال أن سكان القرى الخمسة التي نزحوا بفعل السيول التي جرفتهم ودمرت منازلهم وهم حوالي 350 أسرى يقيمون الآن في مراكز الإيواء ونجد المنظمات الإنسانية والخيرين بتقديم مواد الإيواء والغزاء وغيرها من الضروريات للمنكوبين بسبب الأمطار والسيول وأضاف الإيواء والدبنغا باري كانت أمطار خزيرة جدا حصل خسائر في المباني وخسائر في الأرواح وإدوافه عندنا ستة شخص بالتحدي عندنا جرحة ما يغدر بخمسة وستين شخصي المؤسكر مدمرة نسبة 20% تدمير كليا حتى في جزء من الأحياء تقريبا خمسة غرية في الدفاف الوادي دي الآن نحصل في مراكز بتات الإيواء وفي مدارس مدارس الأساس قتل أربعة نازحين وأصيب آخرين في قصف جوي لطيران الجيش لمعسكر خمسة دقائق بزالينجي بولاية وسط دارفور مساء يوم السبت وقال أحد المواطنين لراديو دابنغا أن مدينة زالينجي تعرضت مساء السبت حوال الساعة العاشرة للقصف بالطيران الحربي التابع للجيش مما أسفر عن استشهاد أربعة مواطنين في اللحظة وإصابة آخرين جميعهم من سكان معسكر خمسة دقائق وأضاف أن القصف استهدف معسكر خمسة دقائق وحيكرانك مؤكد أن القصف لم يصب أي هدف أسكري بل وقع على الأحياء السكنية مما أدى إلى إسحاق أرواح المدنيين الأبرياء أدانة المناسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بشدة القصف الجوي والمدفع الأشواء المتعمت من قبل أطراف النزاع والذي استهدف النازحين في المخيمات بدارفور والمواطنين العزل في بقية مناطق السودان وطالبت المناسقية المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لمراقبة الوضع في دارفور والسودان وفرض حظر على الطيران العسكري في دارفور لوقف هذه الامتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان كشف مواطنون لراديو دابنغا أن الطيران الحربي شن قارة جوية على جبر الشيخ بولئة شمال كردفان أمس السبت حوالي ساعة تمانية ونوص وقال أحد المواطنين لراديو دابنغا أن القزائف سقطت داخل منزل المواطن محمد إبراهيم قنبة بالحي الجنوبي جنوب السوق بينما سقطت القزيفة الثانية أمام منزل الأستاذ صالح التوم وأوضح محمد إبراهيم الشهير بقنبة في مقطع فيديو أن سقوط القزيفة أدى إلى انهيار جزء إلى المنزل نافيا صلتهم بالحرب الدائرة وأدت القزيفتان إلى انهيار جزء إلى عدد من المنازل وإصابة الطفل الدعاء سعيد سردوب عشر سنوات بشهزية في فغزها الأيمن كما أصيبت المواطنة بلد النبي موسى الشفيع خلال انهيار جانب من منزلهم وأضاف لراديو دابنغا غار طيران الطيران الحربي على جبرة الشيخ على الحي الجنوبي بمنزل محمد علي قنبة وبالحي الغربي أمام منزل الأستاذ صالح التوم وأصيب من خلال القصف امرأة اسمها بلد النبي موسى الشفيع إصابة طفيفة وأصيبت الطفلة دعاء سعيد سردوب أيضا إصابة طفيفة وتمت معاينتهم بأحدى المستوصفات أطلقت الأجهزة الأمنية زخيرة حية وغاز مسيل للدموع على المحتجين أمام مباني جهاز الأمن بكسلة يوم الأحد وذلك على خلفية مقتل شعب تحت التعذيب وقالت مصادر لراديو دابنقا من كسلة أن الأجهزة الأمنية اعتقلت عددا من المحتجين لساعات بعد مطاردات داخل ثوق المدينة ومن جهة أخرى سلم جهاز المخابرات النيابة العامة قائمة الأسماء من منسوبه المشتبه فيهم بمقتل شعب تحت التعذيب بكسلة توفى الشعب الأميم محمد نور فجر يوم السبت إسر تعرضه للتعذيب الشديد في معتقل جهاز المخابرات بكسلة وقال عدد من أقاربه لراديو دابنقا أن جهاز الأمن اعتقل الشعب الأميم مساء أمس الجمعة من منطقة وتشريفي بمحلية ريف كسلة حيث فارق الحياة تحت التعذيب في معتقلات الجهاز ونقل إلى مستشفى كسلة تعليمي واحتشت عدد من أقارب القتيل ومواطني كسلة أمام المشرح يوم السبت وسط أنباء رفض أسرته استلام الجسمان وأوضح أقاربه أن القتيل يملك بقالة بمنطقة وتمدني ونزح إلى منطقة وتشريفي بكسلة بعد اندلاع الحرب وسيطرت قوات الدعم السريع على ولاية الجزيرة وأضاف لراديو دابنقا يوم الجمعة تضع صعب الجهاز أمن كسلة من سكنه إلى مكاتبها بمدينة كسلة وتم تعذيبه ومن بعد التأكد من شدة التعذيب تم نقله لمستشفى كسلة فارق الحياء الشهيد ومن بعد بدأت استوانة تلفيق التي نعلمها ولكن الشعب قد عرف أكاذيبهم والآن مواطني كسلة وأسرة الشهيد على رأسهم رافضين استلام الجسمان حتى يتم تسليم الجناء وفي الأثناء دعا تحالف القوى المدنية لشرق السودان المواطنين للدخول في إضراب عام لحين تسليم جهاز الأمن والمخابرات المتهمين في اقتيال الشعب الأمين محمد نور وقال القياد بتحالف القوى المدنية مختار وتكرب قال لراديو دابنقا أن المواطنين بولاية كسلة وأسرة الشهيد رفضوا استلام الجسمان ما لم يتم القبض على الجناء ويحضر مدير الجهاز إلى أسرة الفقيد ويقدم اعتزارا على ما جرى وكشف كرب عن أن الأمين محمد نور تعود أصوله إلى بولاية كسلة وكام قيما بوت مدني نزع منها بعد الحرب إلى قرية وتشريفي وسكن هو وأسرته في مدرسة قصصة كمركز إيواء للنازحين وأضاف لراديو دابنقا نحن في دحالف القوى المدنية لشرق السودان ندعو إلى إضراب والعمل السلمي إلى يتم القبض على الجناء وفضح أسباب الجريمة وحضور مدير الأمن بنفسه والاعتزار الأسرة جهاز الأمن في كسلة طبعا زي ما عارفين عنده سلسلة جرامية طويلة والآن ظهرت معه كتائب الحركة الإسلامية تعبس في الأرض فسادا وتقتل وتعزب وتنهب كيفما تشاء حذروا خبراء أمميون مستقلون من أن الناجيات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في السودان يفتقرنا بصورة مدمرة إلى الرعاية الكافية بما فيها الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية والرعاية النفسية الاجتماعية إلى جانب استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمستجيبين الأوائل الذين يوسقون الانتهاكات ويقدمون الخدمات للناجيين وأعرب الخبراء المستقلون في بيان أصدروه الجمعة أعربوا عن قلقهم البالق عزاء العديد من الحالات الموسقة من الاعتداء الجنسي والاختصاب بما في ذلك الاختصاب الجماعي والدعار القسرية والعبودية الجنسية والاختطاف والاختفاء القسري والقتل غير القانوني من قبل قوات الدعم السريع وغيرها من الجماعات المسلحة وأكدوا أن الانتهاكات تحدث في خضم مستويات كارثية من الأزمة الإنسانية داخل السودان والتي أسفرت النزوح أكثر من 7.9 مليون شخص اختتمت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد جولة إلى المنطقة وقد شددت خلال زيارتها لمعبر آدر الحدود في تشاطيوم الجمعة شددت على الحاجة الماسة للتضامن الدولي بهدف معالجة الأزمة الإنسانية في السودان مع ضمان تدفق المساعدات بحرية لملايين الأشخاص المحاصرين في مناطق الحرب والفارين من تلك المناطق وأكدت المسؤولة الأممية على الأحمية الحاسمة لإبقاء معبر آدر الحدود مفتوحا بشكل دائم بهدف تسهيل المساعدات الإنسانية مشير إلى أن المعبر يمثل شيريان حياة حيوي لتوصيل المساعدات إلى الملايين في السودان وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة استيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي أن مناقشات نائبة الأمين العام تركزت على التحديات المعقدة التي تواجه تشاد بما فيها الدينميكيات الإقليمية والمخاطر الرئيسية والحاجة الملحة للتضامن العالمي طالب المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام قوات الدعم السريع بالإفراج عن الفاتح علي أحد النشطاء المتطوعين في غرف طوارئ كريري بمدينة نيالة حاضرة ولاية جنوب ترفور مطالبا أطراف الصراع بحماية العاملين في المجال الإنساني وقال المركز أن مجموعة من أفراد قوات الدعم السريع اعتقلت الفاتح علي في يوم 24 من شهر يوليو سنة 2024 والذي يعمل مع خرف الطوارئ الكريري في مدينة نيالة وإقتادته إلى مباني جهاز الأمن الوطني السابق أحد مراكز احتجاز قوات الدعم السريع حاليا في نيالة حيث يحتجز حاليا هناك وحمل المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام في بيان حمل الدعم السريع مسؤولية سلامته الجسدية والنفسية أثناء احتجازه وأعرب المركز عن خلقه العميق أزاء الاستهداف المستمر للعاملين في المجال الإنساني تشهد محلية ميرشينغ بولاة جنوب درفور ترديا في الأوضاع الأمنية وانتشار حالات التعدي على المواطنين والمزارعين في مزارعهم وقال مواطن من ميرشينغ لراديو دبنغ أن هناك تردي في الأوضاع الأمنية حيث يقوم المسلحين بالاعتداء على النازحين داخل وخارج المعسكرات وأيضا يقومون بتهديد ونهب المواطنين داخل ميرشينغ وأضاف أنه تم كسر العديد من المتاجر ونهبها من قبل المسلحين مما أدى إلى إصدار قوات الدعم السريع أمر طوارع القضاء بحظر التجول في ميرشينغ وأشار إلى أن مجتمع محلية ميرشينغ ومعسكراتها يمرون بظروف استثنائية لأنه لا يوجد عمل من خلاله تستطيع توفير لقمة العيش ولفت إلى عدم توفر السيولة وارتفاع نسبة العمولة للتحويل عبر خدمة بنكك إلى ما بين 20 إلى 25 من قيمة التحويل وأضاف لراديو دبنغا مجهولين قاعدين أن تضايقون أصلها وبعد ذلك بيجي أهدل الناس في بيتهم الناس اللي مجروش بسيطة بسيطة والناس اللي مدكاكين وتم محاولات كسري أكثر من خمسة إلى ستة دكان وتم نحبه مما أدى إلى إصدار قوات الدعم السريع وإصدار أمر بالطوارع في ميرشينغ بالنسبة للسوق الطوارع من الساعة ستة يمنا يتم دفل السوق وبعد ذلك من الساعة يتم طوارع داخل الأحياء وعدم نف المواطنين في داخل الأحياء سجلت ولاية نهر النيل 87 حالة إصابة جديدة بالكوليرا من بينها ثلاثة وفايات معظم الحالات في محليات عطبر وبربر والدامر وبذلك يرتفع العدد التراكم للإصابات بوباء الكوليرا في الولاية إلى 490 حالة فيما بلق إجمع للوفيات 14 حالة حتى الآن وللمرة الأولى تجاوز عدد الإصابات في محلية بربر نظيراتها عطبرة والتي كانت تسجل أعلى معدل الإصابات في الفترة الماضية وسجلت بربر تزعة وعشرين حالة إصابة تلتها عطبرة بـ 28 ثم الدامر بـ 23 حالة وأخيرا أبو حمد سبع حالات الخبر الأخير في النشرة تعرضت أكثر من 12 امرأة لاجئة من مخيم قاقا للاجئين السوداني بشرق تشاد للإيزاء البدني والنفسي من قبل مسلحين ملسمين يرتدون بزات عسكرية وذلك عند خروجهن يوم الجمعة 30 من شهر 8 المنصر لجمع حطب الوقوت وقال لاجئ سوداني مقيم في قاقا لراديو دبنغ أن تفاصيل الحادث تعود إلى أنه أثناء خروج اللاجئات لجمع الحطب جوار المخيم ظهر لهن مسلحين ملسمين مبين أنهن تعرضنا للضرب والشتم بالألفاظ النابية وأخذوا منهم الفؤوس والحطب بمضيف أن اللاجئات غاجعنا بظروف نفسية وصحية سيئة بهذا الخبر مستمعين الكرام لكن وصلنا إلى نهاية نشرتنا أنا أشكر لكم حسن الاستماع والمتابع وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب أتحايا